طيب الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها او الحاجة التالتة اللي عايز اتكلم عليها حكم الدولة الجزائرية مصطفى غربال وقبل ما اتكلم على مصطفى غربال هوجه نصيحة للشباب الاهلاوي اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشع النادي الاهلي قوي السوشيال ميديا جماعة سلاح زوح الدين السوشيال ميديا سلاح زوح الدين فيه ناس ممكن تكتب بوست تنزل تغريدات على منصة اكس تنزل صورة على انستجرام البعض ممكن يتخيل ان انا كواحد مشجع او انا كبيتج ممكن عندي فولورز حوالي مليون اتنين مليون ببقى مبسوط بموقف ببقى مبسوط بقرار ببقى مبسوط بنتيجة لقاء فبعبر بدا بفرحتي لكن او عن فرحتي بنتيجة فوز الاهلي مثلا بالقضية ممكن على الزمالك بمبورات عزيزة ممكن الاهلي حقاها في بطولات في الفترة السابقة ولكن في لحظة من اللحظات السوشيال ميديا ممكن يكون سلاحظوا حدين ان البعض ممكن يستغل ان فوز الاهلي على الزمالك مثلا نفترض في القضية ممكن وهناك حالة مثلا ان في تفاؤل من جماهير النادي الاهلي بوجود مصطفى غربال في مباريات سابقة عديدة جدا هذا التفاؤل البعض بيستخدمه سلاح ضدك بمعنى ان بتوصل رسائل على فكرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر وانا اعني ما اقوله في هذا الجزء في رسائل بتوصل بشكل مباشر او غير مباشر لحكم مباراة لمدرب في فريق بيقوله دايما ان انت فقل خير فده بيصدر ضغوط اكتر على حكم زي مصطفى غربال من بعد مباراة الاهلي والزمالك تبص على كل مبارياته كلها قرارات عكسية كلها قرارات عكسية حتى الرجل لما ادار مباراة المصر والسنغال في تصفيات كاس العالم ادرب منتخبنا الوطني في السنغال هناك يعني كانت فيه لعبات جدلية كثيرة جدا لمنتخبنا الوطني مصطفى غربال لم يكن في مستواه فنصيحة للشباب الاهلاوي اللي بيحب الاهل وبيعشى الاهل بجد قصرة الفرحة او قصرة التعبير عن الفرحة في اطراف اخرى ممكن تستخدمه ضدك بشكل سلبي وفي رسائل بتوصل سواء بشكل مباشر او غير مباشر مصطفى غربال اخر سنتين ثلاثة كل القرارات العكسية على النادي الاهلي وعلى المنتخب الوطني كانت كثيرة جدا ومش عايز اقول ان نتيجة الضغوط ممكن الرجل عايز يثبت انه هو مش فائل الخير على حد ونازل يحكم بما يرضي الله وارد جدا على فكرة يعني وارد جدا ممكن يكون ده فيه تفاصيل بيفكر فيها اي حكم اكيد ده بشر بيفكر وبيقرأ وبيشوف وبيتابع واحنا في شمال افريقي على فكرة الانترنت خلى الامور كلها قرية صغيرة الناس بتقرأ وتشوف اللي بيكتب في مصر وبيكتب في تونس وفي المغرب وفي الجزائر الامور كلها مفتوحة على بعضها ولكن ده بيؤثر بالسلب على نتائج الفرق المصرية في الفترة الاخيرة وتحديدا النادي الاهلي ماتش مبارح مصطفى غربال نازل وشه اصفر شاح بالوجه عرقان بشكل كبير جدا رغم على فكرة الجو مبارح في تونس كان جوه ممتر والجو مبارح كان بردي جدا الرجل الان هو على فكرة مستوافى انه الفترة الاخيرة متراجع يعني الناس شايف ان مصطفى غربال تبقى للتصنيف اللي انا اعلنت هنا هو رقم واحد فعلا في عام عشرين تلاتة وعشرين ولكن في كاس الامم رجع الجزائر من دور التمانية ما كانش مرشح للمباراة النهائية وهو رقم واحد في التصنيف فهو مستوافى متراجع الفترة الاخيرة ماتش مبارح اول ربع ساعة للأسف كانت سبب رئيسي في النتيجة اللي احنا شفناها مبارح نتيجة السفر سفر ضربة لامام عشور في اول ديتين تلاتة كان لازم يكون فيها انذار لازم يكون فيها انذار لو انا ستعرض مع بعض الصور ونشوف مصطفى غربال بعيد تماما عن رؤية اللعبة كورا المفروض الفار كان يدخل فيها الحكم الرابع امبارح احنا شوف تلقطة معتز الشلماني بيتابع مع الحكم بيقول له فاول خدوا بالكم الحكم الرابع بيتدخل ساعات في القرارات لما بيدوس كده على جهاز على الجنب وبيتكلم فيها مع حكم اللقاء امام عشور في اول ديتين وقدام بين بقى صاحب الخطة مدرد فريد ترجي الكورا دي على اقل مش هقول قرطة احمر على اقل انذار ما تحسبتش فاول ما تحسبتش اصلا فاول بصوا مصطفى غربال وقفين في اول ديتين ورؤيته للعبة كارسية ده يندل على شيء بيدول ان هو نازل متوتر متوتر بسبب ايه ايه سبب توتر مصطفى غربال انا مش قادر اتخيل انت بتدير نهائي للمرة التانية في اخر اربع خمس سنين ايه سبب التوتر انا مش فاهم مين بيصدر لك الارسال سلبية او ممكن يعني كيملي شونج مش هروح بعيد كيملي شونج الحكم اللي كان دايما فقل خير على الفرق المصرية والمنتخبات المصرية دايما كنا من نتفاقل به في التسعينيات وفي بداية الالفية هل جف مرة من المرة كان جاء على منتخبنا الوطني ما ديه خبرات حكم واضح ان مصطفى غربال خبراته مش كبيرة بيتعثر بالضغوط بيتعثر بالرسالة السلبية اللي ممكن توصله عبر السوشيال ميديا برح برضو في نفس المكان ده كان فيه خطة لعلي معلول بعدها مفيش او قبلها بديئة انا بقول لكو اول عشر دقايق كان فيه تلات لعبات خلت لقبت القالة كيش وصيب بعدها علي معلول امام عشور ما بقاش به قدي الكرة اللي احنا عارفنا عن امام نتيجة العنف الزائد عن الحد برضو بعدها مفيش بداية قليلة ضرب بالايد فيه ويش اكرم توفيق فين الانذار فين تقنية الفار محدش موجود محدش بياخد قرار لعبة زي دي فين ما لعبة زي دي لأكرم توفيق انت ديت زيها رغم انه يقلب كتير لكريم فوقات انذار يعني المعايير نفسها ما كانتش وحدة المعايير نفسها ما كانتش وحدة فللأسف التحكيم الجزائري بالامس اثرة في بداية اللقاء ناس تقولي اصابة علي معلول ما كانش فيه احتكاج نفس لعبة امام عشور في الصورة اللي احنا عرضناها قبلها بتزيئة كانت فيه خطة قوية جدا في رجل علي معلول والحكم وقتها حسب رمي التماس بعدها على طول بداية قليلة علي عمل ارتقاء نزل على رجليه ما تعرفش حصل التواء حصل ايه في وطر اكيليس خرج ما قدرش يكمل هل تقدر تقول ممكن الخطة الاونية اصرت وسمعت في رجليه وارد جدا على فكرة لو جبت المباراة واتفرقت على شريط المباراة من الاول وشفت اول عشر دقايق ضرب غير مبرر عنف زائد غير مقبول مش قادر اصتا على فكرة ده ممكن يكون جزء من التاكتك على فكرة جزء من خطة المدرب اهي ادي لعبة علي معلول عمل ارتقاء نزل حصل التواء او حصل حاجة في وطر اكيليس ما قدرش واف على رجليه تاني فجزء جد جزء كبير جدا من خطة اي مدرب احيانا بنشوف ده حتى في الدوريات الاوروبية بيبقى في عنف انت عندك عناصر مؤثرة في خطة لعب الاهلي علي معلول حسين الشحات بيرسي تاو امام عشور امبارح اللعب عليهم كان صعب جدا انا فيه كرة بيرسي تاو شفت لعيب الترجي طلع ارتقى حوالي اتنين تلاتة متر بيرسي تاو ما قدرش يطلع معاه خاف على نفسه خاف من اي اصابة فاتمنى لقاء العودة ما يكونش فيه نفس المشهد عشان كده انا رسلت الجمهور الاهلي ماتش العودة انت عليك دور كبير جدا اكتر من المدرب واللعيبة عايزين اول دقيقة في المباراة الناس تحس ان فيه اللي استاد كله بيترج مدرجات استاد القاهرة كلها بتترج سيبكم من الفنيات محدش يتكلم في الفنيات من النهاردة لغاية مباراة العودة جايز المدرب يخطأ جايز المدرب يتعلم من اخطاء وللقاء العودة كل دوارد ولكن دورك انت كمشجع لغاية لقاء العودة عايزين استاد القاهرة يترج في لقاء الترج من اول دي لغاية اخر دي نتمنى يا رب باذن الله نشوف ده في لقاء العودة باذن الله